أصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الثلاثاء بحول الله دائما أجوى على العموم وغاشات بأغلب السواحل السحب ستكون أكثر نحو سواحل الشرقية أما بالمناطق الداخلية بعض الرعود المنعزلة نحو الهضاب الغربية تكون أكثر نشاط بالمناطق الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية حيث احتمال لبعض الأمطار المحلية احتمال أيضا لبعض الأمطار الرعديا المحلية بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي تبقى أجوى رعديا بوسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الشرقي ومغاشات جزئيا بأقصى الجنوب الحرارات تتروح من بين 28 إلى 34 درجة بسواحل ترتفع محليا إلى 41 درجة بالمناطق الداخلية وتبقى أجوى حارة تميز مناطق وسط الصحراء يوم الأربعاء بإذن الله دائما تقريبا نفس الوضعية الجوية أجواء مغاشات بعض الأمطار الرعديا المرتقبة بالمناطق الداخلية الوسطى والشرقية رياح قوية نسبية نحو الهضابة الغربية بعض الأمطار تبقى غير مستبعدة بالجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أقول لغاية شمال الصحراء درجة الحرارات تعرف بعض الارتفاع خاصة نحو سواحل الشرقية تقرب 37 درجة وتبقى دائما أجواء حارة بوسط الصحراء مع نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية يوم الخميس تقريبا نفس الوضعية الجوية لكن تتحسن حالة سماء نحو سواحل الشرقية بعد انقشاع الضباب بعض الأمطار الرعديا تبقى دائما مرتقبة محليا بالمرتفاعات خاصة الوسطى الشرقية كذلك بشمال الصحراء لغاية الجنوب الغربي تبقى درجة الحرارة مستقرة مقارنة بيوم الأربعاء